موسيقى توصل زيارات العدية للمقاتلين في الجبهات وتفقد أحوال الجرحة في ساحل الغربي موسيقى الاحتفال بالأعياد والمناسبات في اليمن باتت طقوسا بلا فرحة منذ خمسة أعوام موسيقى أبطال المقاومة المشتركة يجسدون أروع صور الصمود بوجه ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار عيد يحتفي به الأبطال في جبهة الشرف والبطولة وفي المتارس عاقدين العزم على تطهير الوطن من الميليشيات وإنهاء مشروع إيران التوسعي في المنطقة والسينة في الحياة وعودتها إلى طبيعتها مهما كلفهم ذلك موسيقى استقبل قائد المقاومة الوطنية العامي دروكن طارق محمد عبدالله صالح في موقعي أو مواقع العزة والكرامة وبالقرب من خطوط التماس في الساحل الغربي المهنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك وكذا بانتصارات المقاومة المشتركة على الحوثيين وتمنياتهم بأن تعود هذه المناسبة على اليمن وقد طهرت من دنس الميليشيات وضمن جموع المهنيين استقبل قائد المقاومة الوطنية في ثاني أيام العيد وبحضور المتحدث الرسمي العامي دروكن طارق أو صادق دويد عددا من قيادات حراسي الجمهورية والقيادات الإعلامية للمقاومة الوطنية والذين قدموا التهانية والتبريكات لقائد المقاومة الوطنية بمناسبة عيد الفطر المبارك مجددين العهد على استكمال أهداف المقاومة وتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن كرامة وعزة شعبنا واستعادة حقوقه التي سلبتها عصابة الحوثي وتحقيق الغايات والأهداف التي يتطلع إليها كل يمني وإذا ثمن العميد طارق صالح جهود إعلام المقاومة الوطنية خلال الفترة الماضية فقد حثهم على مضاعفة الجهود وبما يواكب حجم الانتصارات العسكرية التي حققتها وتحققها ألوية حراسي الجمهورية إلى جانب رفاقهم أبطال العمالقة وأسود تهامة في ساحل الغربي وفي إطار المعايدات تنفذ قيادة المقاومة الوطنية زيارة للجرحة الإطمئنانية على صحتهم وتبادل التهاني العادية معهم وتأكيد على تقديم أفضل الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لهم في المستشفى الميدانية تفقد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد جرحى المقاومة المشتركة في المستشفى الميداني بالساحل الغربي واطلع دويد على أوضاع الجرحى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ناقلا لهم تهاني وتبريقة قائد المقاومة الوطنية العميد الركن الطارق محمد عبدالله صالح ترجمة الزيارة عبارات ومشاعر الفخر والاعتزاز التي تكونها قيادة المقاومة وكافة أبناء الشعب اليمني لهم ولتضحياتهم الجسيمة التي كتبت بالدم الكرامة والاعتزاز والسيادة لليمن أرضا وشعبا وما يسطره من ملاحم بطولية في دحر الميليشيات الكهنوتية وتحرير وتخليص الوطن من إجرامها الذي طال الحجر والشجر والإنسان وقدم الناطق الرسمي للجرحى هدايا عيدية عرفانا بتضحياتهم في مواجهات الكهنوت الحوثي والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره مشيرا إلى أهمية تقديم الرعاية الطبية والعناية الكاملة للجرحى تقديرا ووفاء لتضحياتهم نشكر جائدة المقاومة على الزيارة التي زارتنا في يوم العداء زارت زملائنا الجرحى وكلنا الجرحى موجودين كنا موجودين في السكن زارونا نشكرهم ونشكر جائدة المقاومة على الاهتمام بالجرحى وبإذن الله خلال شفاءنا سنحب إلى جبهة البتال نرفة زملائنا من جديد بدماء جديده وسنقاتل أولا المتمردين حتى آخر بطراء من دماءنا واستمع العميد من القائمين على المستشفى إلى شرح عن حالة وإصابات الجرحى ومدى تمثلهم للشفاء بالإضافة إلى الرعاية الطبية التي تطلبها المصابون فيما عبر الجرحى عن انتنانهم لمعايدة دوائد لهم وتفقد أحوالهم مؤكدين على أهمية استمرار الصمود وأنهم على استعداد العودة إلى الجبهات إلى جانب المرابطين حتى تحرير آخر شبر من الوطن من محافظة الحديدة شرف الشمر اليمن اليوم هذا ويواصل أبطال المقاومة الوطنية حراس الجمهورية المرابطين داخل مدينة الحديدة تبدل الزيارات والتهاني وأيادهم على الزناد وأكد أبطال اللواء الثالث حراس الجمهورية جاهزيتهم القتالية العالية واستعدادهم لاستكمال تحرير المدينة يواصل الأبطال في المقاومة الوطنية حراس الجمهورية المرابطون داخل مدينة الحديدة تبدل الزيارات والتهاني في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وبحضور قيادة عسكرية وإعلامية معبرين عن فخرهم واعتزازهم بأن يستقبلوا هذه المناسبة الدينية وهم داخل المدينة بجاهزية قتالية عالية لحماية وتأمين الشوارع والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية العامة والخاصة المحررة واستكمال تحرير المدينة في حال أصرت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على نسف اتفاق السويد نقول لكم تحيات الأخ القائد بمناسبة حلول عيد الإفضلاء ويهنئكم حلول عيد الفضل المبارك وكل عام وأنتم بخير ومن نصر إلى نصر إلى نصر وجدد أبطال حراس الجمهورية العهد والوفاء لقائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح باسمي وباسم اللواء الثالث وأفراد القبار والمقاومة الوطنية في جبهة الحديدة ننقل تهانينا مناسبة حلول عيد الفضل الأخ القائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح والقيادة العسكرية نقول له أننا سامدون في الميدان ومنتظرين عمرك نهنن والشعب اليمني بمناسبة عيد الفضل المبارك نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات للعميد القائد المقاهد البطل العميد طارق محمد عبدالله صالح ابو عفش حفظ الله ورعاه والكافة أبناء الشعب اليمني البطل القمقاوم الصامد لدى الماليشيات الحوثية الأبطال أكدوا الاستمرار في ملاحقة عناصر الميليشيات الحوثية وتطهير اليمن من فكرها الدخيل معبرين عن الاعتزاز بالتواجد في جبهات العزة والكرامة والاستمرار في النضال حتى تحرير كامل تراب الوطن نهني شعبنا اليمني العظيم بعيد الفضل المبارك نهني جيلتنا ديات المقاومة ومثلتنا لدى طارق محمد عبدالله صالح كما نهني أيضا السفير أحمد علي عبدالله صالح المتواجد تحت الإقامة الجبرية في دولة الإمارات كما نطف في هذا العيد العظيم من أبناء شعبنا اليمني للتسويت لخروج أحمد علي عبدالله صالح من الإقامة الجبرية كما أكد الأبطال أن معنوياتهم التي تعانق السماء جاهزة لتخلص الوطن من شرور العصابة الحوشية واستعادة الدولة المختطفة والدفاع عن الجمهورية ومكتسبات الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين سندافع على الوطن بدماءنا وأرواحنا وإنما نملكه وسندحر مليشيات الروثية المرتدية الخارجة على النظام والقانون بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن هاهو عيدنا في الجبهات مرابطين وفي الحديدة وفي كل الجبهات من أبلاء الوطن الشرفة الذي يدافعنا على الوطن وحقوق الوطن وحقوق الشعب اليمني والروح والدم مؤكدين بأن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن يكسب أجواء العيد أهمية وطنية داخل مدينة الحديدة وكل مواقع العزة والشرف في مختلف الجبهات معنا عبر الهاتف محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية سيد محمد عيد مبارك كل عامة بخير زيارات المعايدة من مرابطين كل عامة طيب يا رب أهمية هذه الزيارات للجبهات في تعزيز معنويات المقاتلين بالتأكيد زيارات الميزانية لأبطال الفضاة الجمهورية والأبطال الألوية العمالقة والمقاومة التهامية واجب وطني هؤلاء الأبطال يحقون في ساحة الوطن اليوم ومستعدين للدفاع مستعدين للقواء للتحرير مدينة الحديدة والتجاه نحو العاصمة الصنعة من إصابة العوتي هؤلاء الرجال هم الذين وهبوا أرواحهم وحياتهم ودمائهم من أجل الشعب اليمني من أجل تحريره من أجل كرامته من أجل عزته ولهذا يستحقون أن نعيش معهم الأحياد هم العيد حقنا هؤلاء الرجال الجمهورية المقاومة المشتركة في الساحل الغربي هم عيدنا أيضا الشعب اليمني هم الأمل الذي يطلع لكل يمني للخلاص من إصابة المحوكة التهانوتية التي تحاول أن تصادر فرحة العيد من أفواه الشعب اليمني نعم فيضل الأحاديث عن السمرار الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين عامة في الحديدة ما هو دور قوات المقاومة المشتركة وهل ستظل مكتوفة الأيدي بالتأكيد المقاومة المشتركة وهي في هذه المتاريس متاريسة الكرامة والعزة تدافع الآن عن أبناء أخواننا أو أهلنا في محطة الحديدة وواقف الجميع هنا في مترس واحد وفي مقدمتهم العميد الرطل طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية الذي يقضي عيدا فترة مبارك هنا في متاريس الشرف والكرامة في الساحل الغربي وهذا من أجل حماية أخواننا وأهلنا في محطة الحديدة والتصدي لأي محاولات أو تسللات تقوم بها عصابة الحوثين بالتأكيد لم نعد نخاف من التسللات عصابة الحوثي أو خروفاتهم المستمرة لأننا نحرف أنهم أضعق وأوهن وأوهن مما تتصورون يعني لا يمكن أن يشكلوا خطرا الآن لأنهم ثبتت الأيام والتجربة في الساحل الغربي أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام أبطال الحباشة الجنورية وأهلية الأمالقة والمقاومة التهامية أشكرك جزيلا الشكر محمد العام رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية كنت معي عبر الهاتف حرص المواطنون في تعز على أداء صلاة العيد في الساحات العامة والمحافظة على الطقوس رغم الأوجاع والآلام التي فرضتها الحرب وحصار الميليشيات للمدينة تعل هذه الأصوات إيدانا ببدء عيد الفطر المبارك يصطف المئات من المصلين لأداء صلاة العيد في هذه الجبانة وغيرها العشرات من مصليات العيد المنتشرة في أحياء المدينة تبدو المدينة عامرة بالسكون في لحظة كهذه لكنها تظهر بحلة أخرى ما إن يفرغ الناس من صلاة العيد تعز يحتفلون بالعيد الفطر المبارك كغيرها من أبناء اليمن لكن تعز هي أكثر صمودا أكثر تضحية أكثر طلعت للمستقبل المنشود تعز تقدم التضحيات وتسعى جاهدة للانتصار تعز تعيش الفرحة رغم الآلام والحصار تعز إن شاء الله عز وجل هي التي تستحقق مشروع الأمة العربية والإسلامية ومشروع اليمن المحر يتبادلون السلام والتهاني ويتشاركون الفرحة في تقليد ديني واجتماعي ارتبط تاريخيا بالأفراح الكبرى وعلى محج الأطفال ترتسم ابتسامات عرضة وهم يأخذون حريتهم باللعب في أحياء المدينة بدلا عن الحدائق التي دمرت وصطت على أغلبها من الشيئ الحوث الكهنتية ما زالت صامدة في ظل هذه النيرانة التي ما زالت تطلق عليها لتصل رسالة للعالم أجمع بأنها مهما تكالب عليها العالم بأنها ستظل صامدة وتوقع الحرب إلى آخر نفس سيبقى منها تعز المطالبين بالحياة والمطالبين بعودة ملامح المدينة إلى ما كانت عليه سابقا وكما نرى الآن حركة العيد مستمر كما كان في السابق رغم كل الأوضاع التي يأس عليه مخاوف سكان المدينة هذه ما تزال قائمة نتيجة تجدد المعارك العسكرية واستمرار تساقط قذائف الميليشيات على الأحياء السكنية لكنها لم تمنع المواطنين من أحياء تقسهم وتقاليدهم المعتادة في العيد بشتى السبل سعت ميليشية الحوثي إلى إخضاء مدينة تعز ومصادرة أفراحها لكن أبناء المدينة أصروا على الاحتفال بالعيد واستحضار الفرحة رغما عن إرادة الميليشيات محمد الشارحي قناة اليمن اليوم تايز هذا وغابت فرحة العيد لدى غالبية المواطنين اليمنيين حتى أصبح الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة مجرد ممارسة للطقوس لا أكثر وباتت ممزوجة بدموع الأطفال ومثقلة لكاهل الأباء بخطوات متثاقلة يسير هؤلاء على وقع أذان صلاة عيد الفطر المبارك قاصدين المساجد لأداء الصلاة وإن غابت عنها رمزية الفرح بقدوم العيد لكنه أصبح واقع حال بالنسبة لسكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية ذهب رمضان وحلت مناسبة عيد الفطر التي تكتسب فرحة وعبادة لكنها باتت منقوصة في اليمن حيث أصبحت تختلط المشاعر بالأحزان للعام الخامس تواليا وبات الواقع المرير هو الأبرز في صورة تحكي واقع اليمنيين المشتت بين قتيل وجريح ومشرد ونازح أما من تبقى فيكتفي بوضع يده على قلبه فمعاناة اليمنيين مستمرة ما دامت ميليشيات الحوثي تحكم القبضة على مناطقهم بالقوة غير مبالية بالجحيم الذي تعيشه غالبية الأسر ليبقى السؤال إلى أين تقود ميليشيات الموت اليمنيين حتى باتت مناسباتهم من زوعة البهجة أسواق خالية غابت عنها أقدام المتسوقين التي تزاحمت على أروقة المستشفيات المكتظة بآلاف المرضى أو أولئك الذين يصطفون في انتظار معونات غذائية من متصدق هنا أو فاعل خير هناك وكيف لليمنيين أن يبتهجوا بقدوم عيد الفطر كما يبتهج به بقية المسلمين في أي مكان من العالم فلا رواتب يجدها المواطنون بعد أن صادرتها ميليشيات الحوثي ولا مصادر للدخل تغطي ولو جزءا يسيرا من احتياجات العيد في ظل الشلال التام الذي يضرب الأسواق التجارية والشوارع العامة وخط الحارات والأزقة عيد بأي حال عدت يا عيد لسان حال الكثير من المواطنين بعد أن عادت بأذهانهم ذكريات الأعياد قديما وبحاضر يرتبط بغلاء الأسعار وتدني مستوى الدخل وظروف تجعل الناس يستقبلون العيد بحسرة وألم يتحول العيد بنسبة لكثير من الأسر اليمنية من مناسبة للبهجة والفرح إلى أيام للهموم وتزايد الطلبات التي تعجز عن تلبيتها وعلى رأسها كسوة العيد التي باتت حلما لكثير من الأسر في ظل هذه الأوضاع العيد عيد العافية مقولة أصبحت تجري على ألسنة كثير من من لا يستطيعون شراء حاجية العيد من حلويات وملابس فضلا عن قضاء الوقت الممتع مع أسرهم في ظل أوضاع صعبة ومعقدة يعيشها اليمنيون خاصة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي للعام الثالث على التوالي يستقبل موظفوا اليمن عيد الفطر برواتب منقطعة وأوضاع صعبة لم يتمكنوا فيها من تأمين مستلزمات الفرح للمناسبة لعدم حصولهم على رواتبهم منذ تنصر الميليشيات عن الالتزامات بصرفها انقطاع مداخل الناس وعلى رأسهم الموظفين منذ سنوات أفقد العيد بهجته في ظل تكالب الهموم التي أثقلت كاهل موظف يعجز عن تلبية أدنى متطلبات العيد وحاجياته فيسابق الزمن بحثا عما يعينه على شراء حاجيات العيد سوء الأوضاع المعيشية عند اليمنيين انعكس كذلك بشكل واضح على العلاقات الاجتماعية من خلال تهرب بعض الناس من زيارة بعض الأقارب والأرحام نظرا لعدم توفر المال الذي يقدمونه هدايا عند الزيارة ويكتفون بدلا من ذلك بالاتصالات الهادفية والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتذار عن الزيارات المباشرة أجواء العيد صارت قاتمة متأثرة بترد الوضع المعيشي وانقطع الرواتب وارتفاع الأسعار بينما تكتفي الحكومة بتبادل التهم وكل يلقي المسؤولية على الآخر الأسر النازحة هي الأخرى حرمت من أبسط حقوقها في هذه المناسبة وغابت عن محي أطفالها الابتسامة وبهجة العيد هؤلاء ليسوا مجرمين يقضون عقوبتهم وليسوا مشردين لا يملكون بيوتا بل هم نازحون أجبرتهم الحرب العبثية على الهرب من منازلهم وترك أعمالهم للنجاة بأرواحهم وأرواح أطفالهم ياسمين الطفلة المحرومة من ملابس العيد هي وأشقائها يعيشون قمة الوجع فهي الطفلة التي حرمت من منزلها ولعبتها الصغيرة وسرقت فرحتها منها وتحطمت أحلامها بالحصول على ملبس جديد في يوم العيد كغيرها من أقرنائها الأطفال تعارف أنه ما بيش معناك السواب في العيد الناس أضحقوا على أنه ما بيش معناك فإحنا ما نقرقش بالشارع أشيك السواب ملعبا وصحباتي ونقرق نتمشي ونلعب بالحديقة وفي منطقة أخرى للنزوح أطفال امتنعوا عن ارتداء ملابس العيد الجديدة مبررين ذلك بأن بقاءهم في مخيمات النزوح لا يحفز على الاحتفال بهذه المناسبة ولن تنفعهم العيديات لإنفاقها على شراء ما يشتهونه من الأسواق والمحال التجارية أو ركوب الألعاب في الملاهي كما جرت العادة فباتت حياتهم باهتة وحزينة تفتقد إلى ألوان وبهجة العيد هنا أم صالح امرأة مسنة تشكو مرارة العيش وتنظر بكل أسو وحزن وبؤس إلى منزلها المدمر والذي أصبح بقى يا ركام لا بحين ولا معنا أي حاجة وجيعة وعرية ولا نجد أي مسألة لا دابة ولا غيرها وهنا أيضا أم محمد حالها كحال غيرها من اليمنيات التي جعلتهن الحرب يبتن مكسورات الخاطر حتى أتى العيد ليزيد من آلامهن ويشعرهن بالفقد والحسرة والواجع المسلمون في شتى بقاع الدنيا يستعدون للاحتفاء ببهجة عيد الفطر المبارك إلا أن الأمر في اليمن وعند هؤلاء النازحين بات مختلفا جدا فلا لبس جديد ولا جعل تعيد وغاب عنهم عسب العيد لتزيد حسرتهم وأوجاعهم التي لن تمحوها السنين والأيام يعيشون حياة مأساوية لا أحد يسأل عنهم حتى المنظمات المعنية بالحقوق والحريات لم تلتفت إلى معاناتهم بما يتناسب مع حالتهم المأساوية ولا تقدم العون إلا لمن دونت الميليشيات الحوثية أسماءهم ليظل هؤلاء البسطاء غائبين عن فرحة العيد وتغيب عنهم الفرحة الكسوة الجديدة أيضا بالنسبة لغالبية أطفال اليمن باتت نوعا من البحث عن الإبرة في البحر لتصبح أسواق الحراج هي الملاذ الأخيرة لهم تزداد أوجاع الأغلبية من اليمنين حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن كسوة أطفالهم وتلبية احتياجات أسرهم العيدية مع تصاعد موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع تزامنا ما حلو لعيد الفطر المبارك ليتسابقون على باعة الأرصفة والبصدات وأسواق الحراج بحثا عن ما يرضي حاجتهم ويتوافق مع قدرتهم الشرائية المحدودة باعتبارها الملاذ الأخيرة لرسم أجواء البهجة على ملامح أطفالهم وأسرهم من ملابس واحتياجات حتى وإن كانت رديئة ومستعملة والتي هي الأخرى باتت أسعارها مرتفعة وليست متناول الجميع إذ وصل سعر أقل قضعة أكثر من 300 ريال فيما آخرون يكتفون بما لديهم من ملابس قديمة رافعين شعار العيد عيد العافية يأتي هذا في ظل حالة التردي الاقتصادي وصعوبة الوضع المعيشي في البلاد التي تشهد حرب المستمرة أشعلت مليشية الحوثية منذ أكثر من أربعة عوام وبحسب مواطنين فإن معظم تجار الجملة مصابون بالجشع وبضائعهم يبيعونها لتجار التجزية بأسعار كبيرة لا تساعد على خلقها مش ربح جيد للتجار الأصغر في ظل المتطلبات الأخرى وأدت الجبايات والإتوات والجمارك المستحدثة والضرائب غير القانونية التي تفرضها المليشيات الحوثية إلى ارتفاع جنوني في أسعار الملابس وكافة متطلبات الحياة أما الكثير من الأسر فقد أصبحت كسوة العيد لديهم نوعا من الترف حيث لم يعد في جدول اهتمامهم ليصبح قرص الخبز هو الأولوية الذي يبحثون عنه في متاهات الغلاء وحالات العدم ويعاني الأغلبية من المواطنين اليمنين من الديون المتراكمة ونعدم مصادر الدخل مع انقطاع مرتبات الموظفين في مناطق السيدر الحوثية منذ نحو ثلاثة عوام ما يدفع نحو ثمانين بالمئة إلى احتياجهم لمساعدات إنسانية وفق تقديرات الأمم المتحدة معنا على الهاتف محمد قشمر وهو حقوقي مرحبا بك محمد عيد مبارك هذه المعاناة الكبيرة التي تكابدها غالبية الأسر اليمنية السؤال المطروحين هي دور الحكومة من وجهة نظرك في التخفيف عن أعباء المواطنين وأيضا الموظفين من خلال مرتباتهم ولن نقول عيد مبارك رغم كل شيء عيد مبارك وكل عام لأنتم بخير أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يعيده على أهلنا في اليمن وقد رفع هذا البلاء منها وقد رفعت هذه المصيبة عنها الكارثة أننا نتحدث عن الغلاء فقط بمناسبة العيد ونحن نعلم يقينا بأن هناك كارثة طالت الآن الأربع السنوات وقليلا من الأشهر هي تأكل أبناء اليمن تأكل أرض اليمن تأكل أرواح اليمنين كبارا وصغارا ذكورا وإناثا ولكن نعتقد أن العيد هذه السنة هو أظهر شيء ما كنا نتوقع أنه سينتهي قبل فترة من الزمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح البلاد والعباد إذا تحدثنا عن موضوع الحكومة الشرعية للأسف الشديد أقول أن هناك خلال كذير جدا في التعامل مع كثير من القضايا المحلية لا نتحدث باختصاري عن ثياب العيدة التي يمكن أن تتوفر ولو بأبسط نتكلم عن الحياة التي أصبحت غائبة في 85% من المناطق المحررة عندما نتحدث عن ميناء الحديدة نجد أن الحوثيين يقاتلون بشدة من أجل أن يظلوا متمسكين بهذا منفذ شريان حقيقي لهم من ناحية المابدي ومن ناحية الغذائية ومن ناحية السياسية والدبلوماسية العالمية يستثمروا كل ما بأيديهم من أجل تحقف مصالحهم الشخصية التي نعلم يقينا بأنها مصالح للأسف الشديد ذاتية آنية لا تتهم الشعب اليميني بالوقت الذي نمتلك نحن ميناء المخى نمتلك ميناء عدم نمتلك في المكلة نمتلك شريط خدودي كبير جدا بحري للأسف الشديد من الصفحنا أن نستثمره لإستثمار الأمثل ما هي الأسباب التي تجعل الحكومة الشرعية للأسف الشديد عاجزة عن إستثمار الموانئ بإدخال البضايا التي يمكن أن تخفف كثيرا من الضغط الحقيقي على المواطن خلال ارتفاع الأسعار والجماركة التي تسلم منها للحوثيين عن طريق ميناء الحديدة ولا يتم منحها إلى الموانئ الأخرى مثل ميناء عدم أو ميناء المكلة يا أخي نشعر بنوع من الحيرة الشديدة جدا من الأسباب التي جعل الحكومة عاجزة إلى هذا الحد أنا لا أقول بأنهم يعيشوا في رفاهية بل هم يعيشوا في رفاهية مطلقة خارج اليمن في كل مكان في الرياض أو في القاهرة أو في أبوظبي أو في تركيا في كل العالم أصبح الناس اليمين يعيش في رفاهية وأولاده والشعب اليمني يموت من الجوع يعني للأسف الشديد الوضع أصبح متردي بشكل مخيف جدا لا يمكن أن أقول أن تسيطر الحكومة في المناطق وهي غير قادرة على إيجاد نفسها وإيجاد ذاتها في تلك المناطق يعني أنت عندما تفرض على التجار يجب أن تكون صاحب يد عليا صاحب يد قوية صاحب يد طول وهذا حقيقة غير موجود يعني عندما نجد أنت عندما تتحدث بإختصار شديد عن موضوع النازحين موضوع النازحين شيء يدمي القلب يعني إذا كنا نتحدث عن النازحين نتحدث عن أبناء المنطقة مثلا ابناء محافظة تعز وابناء محافظة عدن وابناء وهم يعيشوا حتى في مأرب يا أخي خلينا نكون نوع من المنطقي الغلاء موجود في كل شيء حتى في المساكن مش قادرين أن نحن نفرض أشياء معينة حاولت السلطة المحلية في محافظة تعز بالنسبة للموضوع الغاز مثلا الذي يمكن أن نوفر شيء من لغة لكن بالنهاية هناك أشياء واقع يفرض عليك عكس ملفات المعاناة أستاذ محمد ملفات المعاناة كثيرة جدا في حال ما إذا حاولنا أن نتطرق إليها ولكن لضيق الوقت تعني أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ محمد قشمر حقوقي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك توصل جرائم ميليشيات الحوثي وقروقاتها للهدنة في الحديدة حيث تمطر المناطق السكنية بقضائف الهامد المدفعية لتعيق حركات أو تحركات المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك هذه قرانية الميليشيات الحوثي جريمة جديدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق مدنيين باستهداف درجة نارية بقضائف غادرة ضمن آلاف الجرائم التي تواضب عليها بشكل يومي في إمعان ميليشيوي لارتكاب مزيدا من الانتهاكات والخروقات المتواصلة في مدينة الحديدة وريفها بقى يا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه تمطر الأحياء السكنية ومزارع المواطنين بقضائف الهاون والهاوزر بشكل يومي وأدت إحدى تلك القضائف إلى مقتل مواطن وإصابة آخر في الخط الساحلي حينما استهدفت قذيفة دراجتهم النارية الجريمة الحوثية الجديدة ارتكبت في عيد الفطر المبارك وأسفرت عن استشهاد سائق الدرجة النارية فيصل محمد يوسف بشري وإصابة شخص آخر بجروح بارغة قبل أن تسارع فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة لإسعافهما هؤلاء الضحايا أصابتهم قذائف الغدر وهم في طريقهما لمعايدة أقربائهم وتبادل التهاني بمناسبة العيد قبل أن تحول القذائف الحوثية أجسادهم إلى أجلاء متناثرة ومعها تحولت أفراح أسرهم الذين يحاولون اصطناع البسمة إلى أحزان دائمة لن يمحوها الزمن لتؤكد الميليشيات بأفعالها تحول حياة اليمنيين إلى جحيم الجريمة هذه ليست إلا غيظ من فيض ضمن انتهاكات وخروقات الميليشيات في مدينة الحديدة وريفها والتي تمطر المناطق والأحياء السكنية والطرقات العامة والمزارع بقصف عشوائي ومكثف تستهدف فيه المدنيين وكل ما يدب على الأرض في سلوك ميليشيوي انتقامي يخدم المشروع الرجعي الكهنوتي والمصالح الإيرانية في المنطقة على حساب اليمن واليمنيين في الضالة تمكنت القوات المشتركة في جبهة شخب من تدمير ثلاثة أطقم وخزان للذخائر بمنطقة الفاخر وتكبلت الميليشيات خسائر كبيرة تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة الفاخر شخب حيث تم تدمير عدد من الأطقم بمن عليها ومخزن للأسلحة في منطقة الفاخر وتدمير عربة بي ام بي في منطقة الزبيريات وقد نجح الضربات جوية باستهداف تجمعات للحوتين وقتل العديد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات بجبهة الفاخر وتمكنت القوات المشتركة والحزام الأمني وقوات العمالقة من تحرير مواقع جديدة مطلة على عدد من الجبال بمنطقة القفلة وباب غلق الآن نستمر المهاجهات في الزبيريات وقد تم اليوم إحراغ طقمين ومخزن للذخائر في منطقة الفاخر استهدفها في قصة مدفعية في الفاخر وسائل إعلام حوثية روجت بتوغل عناصرها باتجاه منطقة شخب قعطبة كاميرا قناة اليابان اليوم قامت بزيارة المقاتلين في منطقة شخب لتؤكد سيطرة القوات المشتركة على منطقة شخب ومواصلة تقجمها باتجاه مناطق سليم والفاخر نحن الآن في منطقة شخب الذي يدعون مليشيات الحوثي ويروقون في إعلامهم بأنهم زاروا منطقة شخب ونحن اليوم في ثاني أيام عيد الفطر مبارك نؤكد لكم أن المقاومة صامدة ومستمره حتى نهايته تستمر القوات المشتركة وقوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني بملاحقة فلول المليشيات الحوثية بأطراف منطقة شخب وتتقدم نحو مناطق جديدة بمنطقة الزبيريات وسليم والفاخر من داخل منطقة شخب محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالة تمكنت القوات المشتركة مسنولة بالمقاومة الشعبية من تحرير مناطق جديدة في مديرية الأزارق في الضالة مصدر عسكري أكد أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير قرى الرباط والشجفة والشبهة في غربي منطقة تورصة بمديرية الأزارق عقب هجوم مباغة شنته على مواقع المليشيات وأضاف أن الهجوم أسفر عن تكبيد المليشيات على شرات القتلى والجرحة وسط فرار جماعي لعناصرها باتجاه مناطق باهر وأخالف دار الصليب التابعتين لمديرية ماويا في تعز كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع المليشيات في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة في الضالة وأسفر القصف عن مصرع أكثر من عشرين حوثيا بينهم قيادات في نشرتنا أيضا مئة المليارات تجنيها ميليشيات الحوثي كإتاوات من الضرائب والاتصالات والزكاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد نظمة مؤسسة يمن المستقبل الإعلام رحلة نيلية مجانية بمناسبة عيد الفتر المبارك للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية وأبناء الجالية اليمنية في مصر وجمع كبير من الزائرين للقاهرة للعلاج أو من شردتهم الحمد مع نسمات الهواء العليلة في يوم عيدي جميل انطلقت خمسة مراكب عملاقة للسطول السياحي والرحلات النيلية من مرسى روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة تمخل عباب النيل الساحر وعلى متنها نحو ألفين شخص من الطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية وأبناء الجالية اليمنية بمصر وجمع كبير من الزائرين للقاهرة للعلاج أو من شردتهم الحرب في رحلة مجانية نظمتها مؤسسة يمن المستقبل للإعلام بهدف نقل الأجواء العيدية في اليمن للمواطنين اليمنيين في المهجر أوجه الشكر والتقدير لمن يدعم دائما مؤسسة يمن المستقبل للإعلام وأوجه شكر الخاص لسعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي لا ينسى الشباب أبدا في مثل هذه المواقف سواء كانت أعياد أو مناسبات وطنية نحن كما نذكر بأن يمن المستقبل دائما منكم وإليكم ما سيظل هو الراعي الرسمي للطلاب لمحتضن الطرابة نقوم بشكل عام نحتضن الجميع ليس بحسب التوجهات السياسية لكن هنا ننظر لكل اليمنين بمنظور واحد ونحاول أن نسعد كل اليمنين وتراقصت مياه النيل الرقراق مع أصوات الطراب والغنى التي أحياها كوكبة من الفنانين اليمنين الشباب بأنغام تسطح في أرجائه بنكة الأغنية اليمنية الأصيلة في أجواء البهجة التي بدت على محي الحاضرين الذين غصت بهم المراكب النيلية الحمد لله العيد المبارك العيد تمام واليمنيين مباركين مجامعين الحمد لله برنامج رحلة كان غنيا وزاخرا بالمواد الترفيهية لإبراز مواهب الأطفال والكبار في الغناء والإنشاد والقصائد الشعرية التي أضفت لون عيديا مميزا وكان الفرح باديا على وجوه كبارا وصغارا فالكبار يجدون متعتهم في فرح صغارهم الذين ملأوا الأجواء بهجة فوق بهجة العيد السعيد وحصولهم على الهدايا العيدية الرمزية وتم خلال رحلة النيلية توزيع خمس تذاكر لطيران اليمنية القاهرة عدن وعدد من الهدايا قدمتها جهات دائمة للرحلة وفقا لعملية السحب بالقرعة وبالأرقام التي تم توزيعها على الحاضرين في بداية الرحلة وكانت من نصيب عدد من سعداء الحظ الحاضرون أبدأ شكرهم لمن قام وساهم في إعداد وإقامة هذه الرحلة النيلية التي جمعت اليمنين فيها وهدفت إلى تعميق أواصل المحبة والأخوة بين أبناء اليمن الواحد صراحة الشعور لا يوصف ونحن مجتمعين بين الأهل والأحبة في اليمنيين كلهم صراحة الشعور يعني هذا مفتقد من كثير يعني في بلدان كثيرة نحن دائما مغتربين وفي بلدان مختلفة الشعور اللي نشعر فيها الآن في مصر مختلف جدا تماما يعني وبعد أربع ساعات من الفرح والابتهاج عادت المراكب إلى مرساها ونزل كل من كانوا على متنها سعيدين فرحين بما وجدوه من متعة وراحة شعروا من خلالها فعلا بأجواء العيد في رحلة نيلية ستظل ذكرها عالقة في الذاكرة أمين العتيبة اليمن اليوم القاهرة تواصل الميليشيات الحوثية تنهب إرادة الدولة حيث حققت إتاوات مالية ضخمة خلال العام الماضي 2018 تجاوزت تريليوني ريال في وقت يعاني الملايين من اليمنيين من الفاقة والجوع لم تمتلئ بطون الحوثيين المسخمة من الأموال المنهوبة فالميليشيات ما زالت في شعارها صارخة هل من مزيد مزيد يبدو أنه لا يوقف طمعا ولا إجرام إجرام ابتلع أصحابه أكثر من تريليونين ريال يمني إتاوات وإرادات مالية ضخمة خلال العام الماضي 2018 صبتها الميليشيات لصالح مشروعها في وقت يصارع ملايين اليمنيين الفاقة والجوع والمرض ميليشي الحوثي اعتمدت على قطاع الاتصالات بالدرجة الأولى في توفير أهم الموارد المالية حيث تسيطر على أرباح المؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة لها وهي تليمن ويمن موبايل وتحكم قبضتها على شركات الاتصالات الخاصة حيث قدرت موارد الحوثية الضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص بنحو 80 مليار ريال سنويا الميليشيات كانت قد أصدرت العام الماضي سلسلة من أحكام الحجز على شركات الاتصالات الخاصة منها الشركة اليمنية للهاتف النقال سبأفون وشركة ام تي ان وشركة واي للاتصالات وصادرت حساباتها وأرصدتها البنكية التي تجاوزت 51 مليار ريال الموارد الجمركية جاءت في المرتبة الثانية حيث استحدثت الميليشيا نقاط جمركية في الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعها من طريق ذمار ومأرب وفرضت جماركة جديدة على وسائل النقل المجمركة القادمة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى جانب الاتاوات الشهرية التي تفرضها ميليشيا الحوثي على التجار والبنوك وشركات الصرافة ورسوم تجديد تصاريح مزاولة المهنة والتصاريح الجديدة أجبرت البنوك على دفع نسب من الأرباح السنوية بلغت نحو 30% على بعض البنوك التي لا تزال مراكزها الرئيسية في العاصمة المختطفة صنعها وبعيد نحن المنظومة المالية سعى الحوثي إلى المتاجرة بالمشتقات النفطية عبر السوق السوداء لكسب حوائد مالية تعود لصالح ميليشياته المنهارة في جبهة القتال ناهيك عن سيطرتها على موانئ الحديدة التي جنت خلال العام الماضي أكثر من 154 مليار ريال إرادات من رسوم المشتقات النفطية في الميناء أما بالنسبة للغاز المنزلي فقد أكدت إحصائيات أخرى أن عناصر الحوثي تجني أكثر من 3 مليار و 600 مليون ريال شهريا من العاصمة صنعها فقط الاتجار بالبشر سلوب إجرامي آخر تتبعه ميليشيات الحوثي لكسب مبالغ مالية طائلة مقابل حرية المعتقلين حيث تفرض ملايين الريالات للإفراج عنهم ويقبع في معتقلات والسجون الميليشيات السرية أكثر من 6000 معتقل ومختطف ختام النشر أتذكر بعناوينها توصل زيارات العدياد المقاتلين في الجبهات وتفقد أحوال الجرحة في الساحل الغربي العيد في اليمن طقوس بلا فرحة منذ خمسة أعوام وأروع صور للصمود يجسدها أبطاد المقاومة المشتركة بوجه الميليشيات في مختلف الجبهات شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة